بدأت إيران والصين وروسيا تدريبات عسكرية بحرية مشتركة تستمر لأربعة أيام شمالية المحيط الهندي وفي خليج عمان وقال مساعد شؤون العمليات البحرية للجيش الإيراني غلام ريدا طحاني قال أن هذه المناورات تسعى إلى تعزيز التعاون بين الدول الثلاث وتبادل التجارب وأضاف طحاني أن إجراء المناورات مع قوتين عالميتين كبيرتين يعني أنه لا يمكن عزل إيران عن المعادلات الإقليمية والدولية وأشار في الوقت نفسه إلى أن أهم أهداف المناورات هو تعزيز الأمن البحري والتجاري ورفعه في منطقة الخليج وسط مضايق حيوية ثلاثة باب المنذب وهرمز وملقة تستعرض إيران قطعتها العسكرية إلى جانب الصين وروسيا في مناورات عسكرية هي الأولى من نوعها تجمع الدول الثلاث في خليج عمان وشمالية المحيط الهندي مناورات أعلن الطهران أهدافها منذ ساعتها الأولى وبعثت برسائل إقليمية وأخرى عابرة للقارات الهدف من المناورات تعزيز الأمن في المنطقة ومواجهة القرصنة والإرهاب البحري ورسالة المناورات هي السلام والصدقة بالتعاون الجماعي وإجراؤها مع قوتين عالميتين كبيرتين يعني أنه لا يمكن عزل إيران عن المعادلات الإقليمية والدولية في منطقة مضطربة تعج بالحضور الغربي والأمريكي تحديد تلتقي المصالح بين موسكو وطهران وبكي ولكل واحدة منها غايات ذاتية في معادلات الصراع الدولي القائم بينها وبين واشنطن الساعية منذ أشهر إلى تشكيل قوة لحماية أمن الملاحة في هذه المياه في ظل التوتر القائم في هذه المنطقة تتفق الدول الثلاث على تأمين ممراتها المائية المهمة لها وأيضا التصدي المخططات الأمريكية ومساعيها إلى زعزعة استقرار هذه المنطقة ثلاث سفن تابعة لأسطور بحر البلطيق الروسي ومدمرة صينية تشترك في هذا الاستعراض العسكري استعراض يفسر هنا بأنه نتيجة تطور العلاقة بين هذه الدول ومن يذهب إلى أبعد من ذلك يعده نقطة تحرك نحو محور يتشكل بإيقاع بطيء لاختراق موازين القوى العالمية اقتصاديا تبحث إيران عن جسور أمتن مع الشرق في ظل تعثر تبادلاتها التجارية مع أوروبا سياسيا وأمنيا تريد التأكيد على أنها جزء من الحل في هذه المياه على عكس ما تروج له واشنطن وحلفاؤها ياسر مسعود العربي طهران يبقى معنا مراسلنا من طهران ياسر مسعود ياسر كيف جرى اليوم الأول لهذه المناورات وكيف كان صداها على المشهد الإيراني بداية لابد من القول من أن المناورات أعلن رسميا عن انطلاقها اليوم ووصلت القطع العسكرية الصينية ونظيرتها الروسية ولكن ستدخل حيز التنفيذ وستجرى عمليا يوم غد كما أعلن اليوم وبالتالي جرت مراسم استقبال القطع العسكرية الروسية والصينية وكانت هناك تصريحات إيرانية بهذا الصدد تتعلق برسائل هذه المناورات وأهدافها فيما يتعلق بالأهداف التي جرى الحديث عنها بالإضافة إلى محاولة الحفاظ على أمل ممرات هذه المياه والتجارة العالمية وبالتالي من القرصنة والهراب البحري كما تسميه طهران هناك رسائل تقرأ في التحليل الإيراني من أنها محاولة لموازنة القوى في هذه المنطقة في ظل التواجد الأمريكي في هذه المياه وأيضا يقال هنا أيضا من أن إيران تحاول أن تظهر مدى قوة وقدرة أصدقائها في هذه المنطقة وأيضا القول لأمريكا تحديدا والتواجد الغربي في هذه المياه من أن أمن هذه المنطقة يشهد تطورا قد يتفق الجميع من أن لا يمكن لمثل هذه المناورات أن تحد من قوة عالمية كأمريكا من نفوذها ولكن قد تحجم من خياراتها وتحركها في هذه المياه نعم رويد ياسر مسعود مرسلنا من طهران شكرا جزيلا وينظم إلينا من بيروت العميد خالد حمادة المحلل العسكري العميد خالد يعني مرحبا بك نعلم من حق إيران أن توجه الرسائل التي تريد لتقول أنها غير معزولة وأن أصدقائها أقويا قوتان عالميتان عسكريتان ولكن من وجهة نظر عسكرية ما هي حظوظ هذا الحظور الصيني الروسي الإيراني في المنطقة في هذه المنطقة الحساسة بحضور قوات أخرى من الضفة الغربية الحلف الأطلسي حضوظه في أن يتحول إلى قوة ردعية بالفعل مساء الخير أولا أنا أعتقد أنه ليس المطروح من خلال روسيا والصين هو السير في الطرح الإيراني لهذه المناورات طبعا لا شك أن إيران تخضع لعقوبات دولية لا شك هناك قيود على حركة تصدير النفط ولا شك أن الولايات المتحدة قامت بمجموعة إجراءات تحت عنوان حماية الملاحة ولكن أنا أرى أن هذه المنطقة الهامة من العالم حيث يوجد المضائق الثلاث كما ذكرتم وحيث يوجد الساحل الأفريقي الذي لا زال لغاية الآن لم تحدد هويته وانتماءه الاستراتيجي كذلك أن هذه المنطقة لغاية الآن لا يوجد هندسة أملية ثابتة لها وليس في القريب العاجل أو في المدى المتوسط والقصير لن يتبلور منظومة أو هندسة أمنية لهذه المنطقة أنا أعتقد أن المكونات الثلاث وأعني إيران وروسيا والصين لكل منها هدف في التواجد هناك إيران طبعا تريد أن تقول أنها لزالت شريكة مع دول أساسية في حفظ أمن المنطقة وفي مكافحة الإرهاب وفي المنع القرصنة لتقول أن لها دور دولي يتعلق بأمن الممرات المائية في هذه المنطقة ولكن أنا أعتقد أن للصين طبوحات أخرى كلنا ندرك أن نظرية الحزام والطريق للصين والتي بشقها البحري هي مبنية على مجموعة خطوط للتجارة الدولية تمر بالممرات المائية الهامة وتمر بالمرافق الهامة في هذه المنطقة يعني مضيق ملقة هو أحد أهم المضائق حيث يشكل ممرا أساسيا للصين واليابان لاستراد النفط وكذلك هذا المضيق هو ممر أساسي لأربع دول ذات كثافة سكانية عالية يعني نتكلم عن الصين عن اليابان نتكلم عن أندونيسيا ونتكلم عن الهند إذن للصين طموح بأن تكون موجودة في أي نشاط موجود في هذه المنطقة ليس لمواجهة الولايات المتحدة ولكن للقول أن هذه المنطقة الحيوية هي هامة بالنسبة لها هذا يدفعنا أيضا إلى التساؤل على مدى قدرة الروس والصينيين والإيرانيين في أن يتواجدوا عسكريا وبكثافة في هذه الممرات المائية نعلم أنه من جهة حلف النيتو ومن جهة الولايات المتحدة والأسطول البحر الأمريكي مثلا على دراية وعلى دربة وتجربة طويلة في الحضور الدائمة في المحيطات والبحار أنا أولا لا أعتقد أن المواجهة مطروحة يعني إذا قرأنا العقيدة البحرية الروسية للعام 2020 نرى أن المحيط الهندي يحتل جزءا من هذه العقيدة البحرية الروسية حيث تقول روسيا في كتابها الذي عممته هي تقول أن هذه المنطقة هي هامة بالنسبة لها وهامة كذلك وأن أي صراع في المنطقة وأي مواجهة له تداعيات بعيدة المدى على المصالح الروسية إذن روسيا تريد أن تلعب دور استقرار في هذه المنطقة وهي لا تتكلم فقط عن المجابهة الأمريكية الصينية بل تتكلم كذلك في المجال التجاري أو في مجال خطوط الملاحة وتتكلم كذلك عن المواجهة الدائمة والحاضرة دائما الهندية الصينية تقول روسيا في كتابها أنها معنية بالاستقرار في هذه المنطقة وهي معنية بالتعاون مع دول المنطقة لسيما مع اللاعبين من غير الدول ما يسمى بالنين ستيت أكترز ولسيما في مجال تطوير الأمن السبراني والهجمات والقرصنة وإلى آخره أنا لا أعتقد أن المواجهة متروحة وربما لا بد من الإشارة إلى ما قالته الولايات المتحدة عن هذه المناورات وصلت برسالة العميد خالد حمادة المحلل العسكري شكرا جزيلا لك ومعذر على ذيق الوقت